البيانات وأنواعها تعريف البيانات البيانات هي عبارة عن مجموعة من القيم أو المشاهدات أو الملاحظات أو القياسات التي يتم جمعها من مفردات المجتمع أو من مفردات العينة لخاصية معينة في شكل متغير هذا المتغير يعبر عن ظاهرة ما من خلال مقدار له خصائص رقمية كمية أو صفات غير رقمية وصفية تتغير من مفردة إلى أخرى هذه البيانات إما أن تكون في صورة كمية أعداد أو في صورة وصفية أنواع البيانات تنقسم البيانات إلى نوعين هما بيانات وصفية وبيانات كمية البيانات الوصفية هي عبارة عن البيانات التي تصف الظاهرة محل الدراسة ولا يمكن التعبير عنها في صورة رقمية وكذلك لا يمكن إجراء العمليات الحسابية عليها مثل بيانات النوع ذكر أنسة الحالة التعليمية الحالة الاجتماعية لون العينين فصيلة الدم تقديرات الطلاق وهكذا أما البيانات الكمية وهي البيانات التي يتم التعبير عنها في صورة عددية أي في صورة أرقام وكذلك يمكن إجراء العمليات الحسابية عليها مثل أعداد الطلاب أوزان الطلاب عدد أفراد الأسرة درجات الحرارة عدد الحوادث على الطرق درجات الطلاب وهكذا تنقسم البيانات الكمية إلى نوعين بيانات كمية منفصلة وهي البيانات التي تكون منفصلة ومتباعدة عن بعضها البعض أي البيانات التي تدل على صفة يمكن عدها وهذه البيانات تأخذ أعداد صحيحة فقط مثل أعداد الطلاب وعدد أفراد الأسرة وعدد حوادث الثيارات خطأ وعدد حوادث السيارات عدد الأسهم وهكذا أما البيانات الكمية المتصلة وهي البيانات التي تكون متصلة ومتقاربة أي البيانات التي لا تأخذ قيمة واحدة حيث تأخذ أي قيمة تقع في مدى معين وهذه البيانات تدل على صفة يمكن قياسها وهذه البيانات تأخذ قيم صحيحة وكسرية هذه البيانات تأخذ قيم صحيحة وكسرية أما البيانات الكمية المنفصلة تأخذ أعداد صحيحة فقط مثل أوزان الطلاب وأطولهم وأعمارهم ودرجات الحرارة وهكذا البيانات الوصفية تنقسم إلى نوعين هما بيانات وصفية اسمية وهي بيانات تعتمد على التصنيف الوصفي بغض النظر عن أهمية الترتيب أي هنا لا يهم عملية الترتيب مثل بيانات النوع ذكر أنسى بيانات الحالة الاجتماعية فصيلة الدم تصنيف موظفي إحدى الشركات حسب الجنسية أو حسب التخصص أما البيانات الوصفية الترتيبية وهي البيانات التي يمكن ترتيبها تصاعديا أو تنازليا أي البيانات التي يلعب الترتيب دورا أساسيا في تحديد معالم الظاهرة محل الدراسة مثل درجة الموافقة على قرار أو تساؤل معين تكون الإجابة بغير موافق على الإطلاق أو غير موافق أو محايد أو موافق أو موافق بشدة كذلك ترتيب موظفي إحدى الشركات حسب المواهل ثانوي دبلوم فني مواهل عالي ماجستير دكتوراه وهكذا مصادر البيانات يمكن جمع بيانات الدراسة أو البحث من مصدرين هما المصادر التاريخية والمصادر الميدانية المصادر التاريخية هي عبارة عن المصادر التي نحصل منها على البيانات بشكل غير مباشر ويتم الحصول عليها بواسطة أشخاص آخرين أو أجهزة وهيئات رسمية متخصصة وتتمثل في البيانات المنشورة والجاهزة للاستخدام مثل الوسائق الإحصائية التي تصدرها المصالح والمنشآت والهيئات العامة والخاصة والمراجع الموجودة بالمكتبات وكذلك ما يؤخذ من السجلات المحفوظة مثل سجلات الموليد والوفيات وإحصائات هيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها المصادر الميدانية وهي المصادر التي نحصل منها على البيانات بشكل مباشر حيث يقوم الباحث بجمع البيانات من المفردات الخاصة بالمجتمع أو العينة محل الدراسة أو البحث وذلك بتصميم استمارة استقصاء التي تسمى استبيان تتضمن المتغيرات المطلوب قياسها ويتم الحصول على بيانات الاستمارة بطريقة التجربة والمشاهدة أو بالمقابلة الشخصية أو بالتليفون أو بالبريد العادي أو بالبريد الإلكتروني أو الصحف أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الحصول على البيانات ترجمة نانسي قنقر